أما النصوص التي تأمر بتطبيق مبدأ العدل بين الناس فهي نصوص صريحة قطعية الثبوت قطعية الدلالة وقد وردت في أكثر من موضع في القرآن الكريم وذلك في مثل قوله تعالى وأمرت لأعدل بينكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ولا يجرمنكم شناءان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولة يمينه فكه عدله أو غله جوره ولم ترد هذه النصوص وأمثالها مورد الوعظ والإرشاد والترغيب في فضائل الأعمال بل وردت مورد التعاليم التي لا مفر من الالتزام بها في سياسة الأفراد والمجتمعات وقد نزلت هذه التعاليم إلى واقع الأمة الإسلامية الأولى لتضبطه وتوجهه وتحميه من عواقب البغي والتسلط ومظالم العباد